اعلنت هيئة الكهرباء والماء تدشين خدمة جديدة لإبلاغ المشتركين عبر رسالة نصية بخصوص الاستهلاك بعد صدور الفاتورة وتتيح الخدمة الجديدة التي أطلقتها الهيئة إلى إفادة المستهلك الذي ارتفع استهلاكه للكهرباء والماء عن ذات الشهر بالعام الماضي برسالة نصية الهدف منها حث المستهلكين وأسرهم على ترشيد الاستهلاك وتفادي ارتفاع مبلغ الفاتورة كما سيتم إرسال رسائل نصية للمشتركين الذين استطاعوا خفض فواترهم في استهلاك الكهرباء والماء مقارنة بالعام الماضي لتقديم الشكر لهم على الإجراءات التي اتخذوها لترشيد الاستهلاك ترجمة نانسي قنقر